اشتركوا في القناة يعني بعد 18 دقيقة تقريبا من موعد بث الحلقة رح يبدأ خلو المسار القمر الآن موجود في برج الحمل يعني موعد بث الحلقة هو موجود في منزلة الثورية وهي جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور رح يظل القمر في هاي المنزل لغاية الساعة 10 و 51 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبعدها رح ينتقل لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد زي ما حكينا طبعا إحنا ما رح نذكر أنه القمر موجود في برج الحمل لأنه فترة خلو المسار هاي مستمرة تقريبا بحدود الأربع ساعات آآ في زاوية وحيدة هي مستمرة من الآن أو من موعد بث الحلقة لغاية ساعات منتصف الليل اللي هي زاوية التربيع السلبية اللي بين القمر وبين الشمس وهاي ذروتها ساعة 2.18 دقيقة موعد بث الحلقة بتوقيت جرينيتش عصرا بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأذكار وهذا الشيء ممكن ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين فيفضل ضبط النفس والأعصاب وزي ما حكينا في عنا زاوية خلو المسار راح تبدأ ساعة 2.18 دقيقة يعني بعد 18 دقيقة من موعد بث الحلقة بتوقيت جرينيتش يعني احنا منبثل ساعة 2 بتوقيت جرينيتش هاي طبعا هاي خلو المسار معروف انه حالة سلبية لما القمر بيجي بدي ينتقل من برج لبرج وببط لشكل زوايا رئيسية ما بينه ما بين الكواكب راح يستمر خلو المسار لغاية الساعة 6.22 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش زي ما حكينا مدته 4 ساعات تقريبا و4 دقائق هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 6.22 دقيقة من مساء هذه الليلة اللي هي ليلة الاربعاء على الخميس القمر بنتقل وبصير موجود في برج الثور عشان هيك من الان منبلش نشعر بالحذر اكثر من ميل للمحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا ولا نفكر في اقتراض المال من مصرف او صديق وفي فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكنها شراء عقار ما او قضاء وقت ممتع في البيت او مشاهدة التلفاز طبعا الامور شراء العقار هي بتيجي على شراء او بيع او استئجار او تنقيل من بيت لبيت او ببيع شيء له علاقة بالعقارات بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا زاويتين الزاوية الاولى هي زاوية تثليث ايجابية بين الشمس وبين نبتون وهاي تاثراتها طبعا لغاية يوم 21 سبعة هي اللي بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث لدينا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية السلبية اللي هي زاوية التقابل ما بين الشمس وبين بلوتو وهاي تاثراتها لغاية يوم 23 سبعة طبعا هاي زاوية معروفة انه بتعزز التسلط عند البعض وبحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين وتاثراتها الدولية انه بتثور اعمال عنف ومواجهات الها علاقة بالنيران والمعادن اما بالنسبة لزوايا اللي اليوم راح تتشكل مع القمر وحكينا من يوم امس انه الزاوية هاي كلها بعد منتصف الليل اول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي راح تكون في الساعة 12 و 19 دقيقة بعد منتصف الليل هاي اللي هي الاربعاء على الخميس فبعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي الطبع طبعا هاي زاوية تاثراتها من الان وعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح اما بالنسبة لزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي راح تكون في تمام الساعة 11 و 16 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم طبعا تاثراتها من الان برضو لغاية ساعات ما بعد الظهر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ وهي راح تكون في تمام الساعة 4 و 5 دقائق بعد العصر بتوقيت جرينيش طبعا تاثراتها من ساعة الصباح لغاية ساعات منتصف ليل يوم الخميس على الجمعة بخلق لدينا هذا الاتصال شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مساعة منكون فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية اليوم وما لازم نعمل لها عمليات جراحية العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدراقية اللوزتين وتفاحة آدم هي هاي اكثر حساسية واكثر الناس اللي راح يشكوا من آلام راح تكون متركزة اغلبها على هاي المناطق فعشان هيك بتكون توفروا لها العناية الاضافية بالنسبة لهذا اليوم طبعا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة طبعا ممتازة جدا ما فيه اي مشاكل بامور التجميل يصلح لازلة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الثور خلو المسار القادم راح يبدأ يوم الجمعة 22 سبعة بيبدأ في تمام الساعة 11.44 دقيقة مساء من مساء يوم الجمعة بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى اليوم التالي اي حتى صباح يوم السبت في الساعة 15 دقائق صباحا بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجوزة اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 22 يوم في تمام الساعة 39 دقيقة مساء بيصبح 23 يوم نسبة الاضاءة 40% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة طبعا هو الان سعيد بنسبة 60% في ساعات الصباح بتصغير سعيدة بنسبة 85% القمر في الحمل وبيد انتقل للثور طبعا زي ما ذكرنا واليوم راح نحكي توقعاتنا بانتقاله للثور عادي طبعا هو راح ينكت بالثور لغاية يوم 23 سبعة اغلب اليوم هو منتحس ولكن انتحاسته تتفاوت ما بين 40 و90% فهو الان منتحس بنسبة 40% في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 75% في ساعات العصر بترتفع نسبة النحوس الى 90% بعدين بترجع بتنزل في ساعات المساء لنسبة 60% بالنسبة العطارد في الأسد حتى يوم 4-8 سعيد بنسبة 15% الزهرة في السرطان حتى يوم 11-8 منتحس بنسبة 15% المريخ في الثور حتى يوم 28 منتحس بنسبة 25% المشتري في الحمل حتى يوم 28-7 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلوب يتراجح حتى يوم 23-10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 4-12 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم بيحمل معاه فرص مالية ممتازة ممكن تكون مفاجئة بالنسبة للكم وتدخل تحسين على ميزانيتكم بطالعك فترة غنية بيجب توظيفها اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا طاقات عالية جدا على مستوى هاي الأمور أهم مش انك ما تضيع الفرص واضف طاقتك الذهنية البناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات ناقش بوضوح وبلويونة بدون عصبية طبعا لانه القمر منتحس وهذا الشيء بيدفعك بانتحاسه برضو لصرف الفلوس بدون حساب وممكن هيك نوع من أنواع التبذير أو الهروب من الواقع برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبير اليوم وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة اتدعم من مركزكم الاجتماعي طبعا الحضوذ قوية والنتائج حاسمة وما في أي شخص اليوم بيقدر ينافسك لأن طاقتك رح تكون بأوجهة وعالية جدا مع وجود القمر عندك بتقدر اليوم تطوي صفحة من الماضي وبترتفع المعنويات مجددا وبتكون فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوظة عالية وتعتبر فترة من أفضل أيام الشهر ولكن من المفروض أنك تشحن حالك برضو بطاقة إيجابية عالية لأن القمر منتحس وفي نفس اللحظة تعيد ثقتك بنفسك بشكل أكبر برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر الآن موجود في بيت المتاعب في برج الثور فعشان هيك هذا يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وأنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم رح تلاحظ أنه رح يسود الهدوء والملل وتراوح أعمالك مكانها وتخيب أمالك لسبب أو لآخر أهم شيء أنك ما توقع على عقد ما تحسن أمر فترة فارغة من الطاقة والحظ فما تراهن على شيء ما تتخذ قرارات حاسمة ومصيرية خلال هذا اليوم واضبط أعصابك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر صار في بيت الأصدقاء فاليوم رح تسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم بدك تحاول أنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن اليوم تحصل تأييد لا بأس فيه فعشان هيك بدك تكثف ارتباطاتك وباستطعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر رح تفرحوا بانتصار مهني أو اجتماعي اليوم برضو ممكن يتوجه لك دعوة لحظور حفل أو مناسبة أو اتصالات مكثفة ما بينك وبين الأصدقاء أو تستعين ببعض الأصدقاء لها حل مسألة ما برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هذا اليوم ما يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم برضو تعزيز العلاقة ما بينكو بين المسؤولين أو أشخاص من الطبقة الراقية أو أبدو مكاني معينة حابت حاول إنك تستغلهم كواسطة إلك في حل بعض الأمور طبعا اليوم ممتاز لهذه الأمور ولكن هاي الفترة لأنه القمر اليوم منتحس فبتحمل هاي الفترة ضغوط على عدة أصعدة وبتكون يعني يوم متوتر شوي ممكن تنتظرك مواجهة أو ارتباط مهم وهذا الشيء ممكن يسبب لك بعض التوتر فعشان هيك اليوم دك تحاذر العناد والمشاعر السلبية والمغامرات والمجازفات اللي بتشوه السمعة برج العدرة بالنسبة لموليد برج العدرة طبعا القمر الأمن في البيت التاسع لأيكم فعشان هيك ممكن اليوم يصلكم خبر من بعيد أو تنجحوا بالسفر أو الاتصالات لبعيدة مع أشخاصها جانب أو أشخاص خارج البلاد أو يجيك خبر زي ما حكينا من شخص إما أجنبي أو من خارج البلاد وبرضه بتزداد رغبتكم اليوم بالبحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بتطمئن خواطرك هاي الفترة وممكن ترغب بخوط تجربة جديدة ممتازة فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجهل ما وتعتبر فترة ممتازة جدا حتى على مستوى الامتحانات ولكن بما أن القمر منتحس فما تعطي الحظ كثير من الثقة بالعكس بدك تعتمد على نفسك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا ثقتكم عالية جدا اليوم وفي فرص لمكسب مالي لوصلها بشراكة أو تعويض وصحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أي فترة مهمة وجدا بالرغم من بعض التوتر السائد فعشان هيك حاول أنك ما تغامر بموقعك وخصوصا موقعك المالي تحديدا يعني حاول إذا أنت مؤتما على أموال أنك تكون على قدر المسئولية إذا عندك ديون أو التزامات ما تهمشها وتحملها اهتم فيها أو قضايا مالية وحذروا من النزاعات والتذمر والتمرد وحاولوا أنك تقوموا بواجباتكم بشكل تم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر الآن صار مقابلكم تماما فهذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبرضو بوسعك وتعزيز شراكاتكم ولكن بتكون حافظوا على هدوءكم وهدوء أعصابكم ونبرد صوتكم وصحتكم أيضا فأن القمر لما يكون مقابلكم تماما ببلش الطاقة تنزل عندكم للحديد فعشان هيك عندكم قابلية للعصبية والتوتر أو للتعب الجسدي مش التعب بمعنى مرض ويكون عضال مثلا ولكن أنه بحاجة للرعاية الصحية الواحد وخلال هذا اليوم بتكون الضغوط كثيرة حاذر من تأزيم أي خلاف وحاول أنه يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر صار موجود في البيت السادس اللي العلاقة بالعمل والصحة فعشان هيك رغم تراكم العمل أنتوا عندكم قدرة على إنجاز حصة الأسد منه بتقدروا تنظموا جدوى الغذاءكم وتواخدوا قصد كافي من الراحة بتلاحقا في اتصالات وبتكثر المسؤوليات وخصوصا العائلية والمهنية فعشان هيك بدك تنظم وقتك وما تتأخر بتهتم بإنشغالات مالية أو تساؤلات حول قدرتك على التحمل فعشان هيك ما تشك بنفسك ممكن بعض موليد برج القوس يهتموا ببعض الإنشغالات الصحية يعني مراجعات طبية فحوصات أو هيك شعور بعدم الارتياح النفسي والصحري برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بترغبوا بالتقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبرضو بوسعكم ممارسة نشاط فني أهم شي انكم ما تبالغوا في تجربة حظكم المالي انتوا اليوم على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي فعشان هيك بتكون تتجنبوا الانتقادات وتسعوا لتلطيف الأجواء بتستعيد صفاء ذهنك وبتفاوض بمهارة حاول إتمام العقود والصفقات التجارية بشكل جيد الحظ بيدعمك بشكل قوي فعشان هيك اليوم لأجواء مناسبة جدا ان كان على مستوى العاطفي أو الحظوض أو حتى على مستوى الدعم وتقرب من الأحبة وأيضا الأمور اللي إلها علاقة بالهوايات أهم شيئ انك ما تفرض سلطتك أو سيطرتك على الأحبة ويبعد عن المشاحنات الكلامية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية لو بتقدروا تخصصوا فترة لا بأس فيها من وقتكم للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو العام في نوع من أنواع الضغوطات والمسؤوليات الكبيرة وممكن شوية تكون على موعد ارتباط مهم فما بجوز الفشل اليوم ممكن تظهر بعض المصاريف المنزلية أو العطال أو الاهتمامات بمشكلة معينة إلها علاقة بالبيت فضبط العصاب مطلوب والحكمة لازم تكون موجودة يعني ما تفرض سيطرتك ما تعصب ما تفقد برضو الاتزان النفسي أثناء التعامل مع العائلة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبيكن لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار اليوم رح تتمتعه بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف أهم إشي أنك ما تسكت حاول أنك تسمع صوتك بدعوك لتنظيم جدول أعمالك تفادي للإهمال أو تفادي للتقصير فعشان هيك اليوم ممتاز للحوار نقاش ترويج لبعض الأمور نشاط عالي جدا اتصالات بأوجهة رح تكون عندك واهتمام بالإلكترونيات أو بالسيارات رح يكون موجود ولكن مطلوب أنك تضبط أعصابك على آخر درجة ما في داعي للعصبية ولا للتهور خلال هذا اليوم هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء